سلام البنات ان شاء الله تكونوا بخير اليوم جيتكم فيديو جديد حبيت نشارك معكم بعض الحيال المنزلية اللي نستعملها في تعطير المنزل و باش نخليوا الريحة الدار تعنا نخليوها تجوغ شابا هاد الحيال المنزلية نستعملوها بمواد موجودة في البيت في كل البيت خاصة هاد الحاجات نديروهم بزاف الشتاء لا يمكنكم استعملوهم الاني لا يبقوا بلوس في الشتاء بس كدار تكون توجوغ مقفلها خاصة اللي كنتو كمانا هنا بردة بزاف لكما حش نفتح الدار توجوغ اول حاجة اول حاجة عفون وشح نجيبو نجيبو هنا يا قطع حبا ليمون قطعوها دي غوندال هكا الى شرائح لك نستعملو ايضا اكلي الجابل الى كان عندكم اكلي الجابل الى كما يقولو مازلو فخيها كا سي احسن واحسن و الى ما عندكمش تعملوهم مجفف لكنا حنستعملو هنا مجفف و نجيبو هنا يا انكاسخال نحطو فيها الماء لك سوات خليو المات تعكم يغلي ولا تحطوه كما انا هنا حتيتو سخنتو لك وحتيتو في انكاسخال لك نجيبو نحطو الليمون تعنا تعرفوا بلي الليمون هو لك مدد هكا الى قريب الانفل ونزر في حاجات بزاف وان بلوس يعتري حشابة لك عندو هكا حاجات بزاف ملاح الليمون لك انا ستعملو هكا سوف اقود لكم خاصة انفشتاء لك نجيبو هنا اكلي الجابل لك انا مقبل لجتي تخمبي ما زيتش لفلاكنه تع اكلي الجابل لك اكلي الجابل هكا نستعملو مجفف لك ما عنديش هكا الى جاي فخير نستعملوها كموجفف وتخليوها تغلي لبنات اغطوها بان كوفار وخليوها يغلي كي يغلي مليح هكا نحيو الكوفار وحطوه ميديوم حطو النار تكون ميديوم ولا حطوها ناقصها هكا وخليوه توت لاجوغني ولا فلحشيه هكا باركزامبل صراحة لبنات يبدلكم كامل الريحة تعدار جربوها وخليوه لي تعليقات خليوه لي كومنتار تاعكم تاني حاجة لبناتنا نستعمل هذا الساك شريطه من دو لاغاما اللي عايشي هنا في كندا تحرفوا كامل دو لاغاما هاد البرل بارفومي اللي جاي بولاليسيف نستعملوه ونحطوه في هذا الساك وستدخبزة في درو هاد الاستوس بسك انا يعجبني صراحة نستخطوه في البلاكار ونحطو هاد البرل نعمرو هاد البرل بارفومي وتقدرو لما عندكم ش هاد البرل تحطو بإزامل تحطو بإزامل الفلاق يكونوا مجفين تحطو بإزامل تحطو اقترات وتحطو هاد البرل تحطو بإزامل هاد البرل بارفومي نستعملوهم بكو بلوس نشروهم باش نحطو بإزامل لإدغاجي لإدغاجي أو العروسة والفلافات تحط فيم هكا حلوة تحطو بإزامل تحطو بإزامل وحوجات يسaser بإزامل تحطو بإزامل يسمي turtles ينقل في المدخر وكل ما تفتح البلاكات ستجيك هذه الريحة صراحة بزاف مليحة الاشيوس ننصحكم التجربة فهنا البنات هذه الحيلة الثانية بالنسبة للبنات الحيلة الثالثة اللي صراحة هذي تعجبكم بزاف انكم هادا باركزمبل باش تنطوية وتنحيو البوسيار ولا اللي عندهم اللي فوتويت تحهم جايين انكوير ولا باش ننطوية هذيك اللي فوتويت تحهم باش تقعدنا تجوغ لابغيانس تح تعلو كوير ولا تعلو الجلد هادا كلها دونك هادا هادا صراحة هادا كما قولو لوني توايون هادا بزاف مليح وانكواش تديرو نحطو 3 على 4 نحطو 3 على 4 منو من الخل دونك الخل الابيض ولا كنتي تلي قاعدة نعمروها بالزيت نغمال زيت نباتي اللي نطيبو به وهنا يتجيبو دي كوت هكا تباتي عن زيت اي زيت عندك اي زيت اساس عندك تحط قطرات منه هكا او تملور جيوه كامل كانت تباتي فقط او تملور جيوه كامل فيه بعضوه نصحكم بيقود لكم خاصة مثل لماذا لا يتحكم باش نحيو الغبرة لماذا ليقود لكم اللي فوتوي صراحة نجربوه اللبنات ومحيش تندموه انو صابو لابن صراحة انا منستغناش عليها هنا لبنات بالنسبة للحيلة الرابعة عندكم بيكربونات سوديوم بيكربونات سوديوم غنية عن تعريف سواء تحطوها في الفريج فريجي دا خاكة باش تمتصلكم الرائحة ولا هنا نحطوها باش نطوي وعفوان لطبيتنا دونك هنا ووش نحتاجو نحتاجو هنا يوم بوات اللي يكون كوفرت حاها كيتنحا ولا تجيبو اوم بوات عادية دونك بان كوفرت حا بلاسيك وتنحويلها لسانت خادك وتحطوه ام بابي نرمال دونك نوريكم كيفاش تاريقا دونك هنا ينغمبليو اللو فلاكون جانا كامل نغمبليوه كامل بيكربونات سوديوم دونك هنا نحطوه هنا قطرات من زيت الاساس لأي زيت اعقد لك اي زيت عندك يفيه بالغارض نحطوه سوات قدروا تكتافيه جسد بيكربونات سوديوم هذي بشي جسد كما قلوه فاكل تعطيف هذي لازم تحطوه زيت الاساس دونك نحطوه قطرات ديجا اصلا بيكربونات سوديوم ديجا يمتصر رائحة دونك نحطوه قطرات هكا مزيت الاساس قدر لكم هذي بشي نطويه اللي تابيه دونك صراحة هذي بشي رائع جدا وينفعني بزاف هنا خاصة هنا من خرجوه اللي تابيه كما في الزهر نحطوه نخرجوه من الشميسة هكا ننفضوهم بره هنا ما عندكش هنسي جسد هذي بشي نستعملوه ننفضوهم هكا سيفغي ننفضوهم يتمي محش حطها انت بره وتخليها تتلعجو غنيت هنسي كما في الزهر دونك هنا يجبت قطعتو هكا انفغم دو الشخ كل هكدا وحطيتو لداخل كيماشتو هنا ينجيبو انك يوغدو نتقبو كامل لاشوي غفاس هذي نتقبوها باش نقضو نتقبو هكا نتقبو هكا اللي بكاربونات دونك لبنات سراحة نقوت لكم هذي بشي رائع جدا باش نتواولي تابيتاكم وتعديو الاسبيغاتور راح يمتصلكم كامل للريحة وممطن راح يعقملكم التابيليالكم صراحة هذي الحيلة بزاف مليحة الحيلة الاخيرة اللي بناتلاحظ تعملها معاكم وليه صراحة هذي الحيلة تانية حلوة بزاف ديبو حبة هكا حبة على الورانج ولا ديبو سيترون ولا من الاحسن إلا عندكم جيبو حبة على الورانج هكا دونك ونجيبو هنا يا القرنفل دونك ونعمرو كامل الحبة تعنا ندروها كامل وتوغو توغ بالقرنفل هكا نعمروها ونحطوها اسواف لاشام بقول لتحطوها في البلاكار طراحة نحاط تلقلكم حريحة بزاف شابا ونحطوها 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 ولكن الميلانج مع القرنفل بزاف شابا ونحطوها وقلت لكم أنا جوشت شاركت معاكم كما يقولوا الحيل هكا باش نعطروا المنزل جوشت هكا حاجات اللي موجودين في البيت دونك موجودين في البيت أي بيت تلقى دونك هاد الحاجات سي جوشت قلت لكم زيت الأساس إلا ما عندكم تقدروا تستغنوا عليه وإلا عندكم حاجة شابا دونك إضافة شابا دونك فوال البنات نوصلوا نهاية الفيديو إن شاء الله يكونوا يعجبوكم هاد الحيا اللي شاركتهم معاكم ننصحكم تجربوهم كما يقولوا تجربوهم أحيش تندمو أحين يعطوكم ريحة شابا بزاف في الدار دونك لبنات أنا نخليكم وقلكم تلاقوا فرصة أخرى بيحاولها ما تبخلونيش بالليجام هكا وليكومونتاغ ولا كنتوا زائرين جداد القناة ما تنسوش تفعلوا الجرس وضغطوا على زر الإعجاب هكا باش يوصلكم كل جديد القناة أنا نقولكم نتلاقوا في فيديو جديد إن شاء الله في مقالب إن شاء الله استودعوكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر